من ساعة نزل خبر عن طلاق النجمة الكبيرة شرين وحسام حبيب طبعا انا اتصلت بيها اعرف حقيقة الخبر شرين اكدت الخبر ان الطلاق قد حدث ووصفت الطلاق انا بقول لحضراتكم الكلام اللي هي قالت هولي انه كان طلاقا حضاريا يعني طلاق محترم باحترام وبهدوء وبدون مشاكل وقالت لي برضو بالنص ان هي كويسة وهو كويس انه الاتنين بحالة جيدة ولكن هم قرروا ان هم يتطلقوا في النهاية بعد عواصف كثيرة وبعد اشياء يعني ممكن حضراتكم حضرتكم جزء منها فشرين تؤكد لبرنامج الحكاية طلقها من حسام حبيب انا عايز اقول لحضراتكم يمكن معلومة اضافية حضراتكم بيتوا عارفين دلوقتي ان انا بعمل هنا في الرياض بودكاست تجربة اعلامية جديدة بالنسبة لي من ضمن الحلقات اللي عملتها في البودكاست ده كان لقاء مع شرين مهما اقول لكم مش هتصدقوا هي قالت ايه يعني انا مهما حكيت لحضراتكم هي قالت ايه في البودكاست ده لا يمكن ان تصدق ما قالته شرين عن الاشياء التي عانت منها في الفترة الاخيرة ارجو انه هذا الامر يكون بداية جديدة ليهم الاتنين حسام مغني وملحن جيد وليه معجبين وليه انه هزبطوا شرين طبعا ميجا ستار نجمة كبيرة وعظيمة ولما قابلتها زي ما قولت لحضراتكم تقريبا من عشر تيام حتى كان البودكاست وقفة على رجلية افضل احسن وقالت لي بالنص قالت لي انت عارف يا استاذ عمر انه انا بعمل خمس اغاني حينزل قريب هي بتشتغل شغالة على نفسها عاملة ضايت صحتها افضل وهي بتتكلم في البرنامج كانت بتغني انا كنت طبعا يعني البرنامج بقدمه مع الفنانة الكبيرة العظيمة اصالة فتخياله بقى كان اصالة وشرين وهم بيغنوا مع بعضه وبيعملوا حلقة عظيمة جدا يعني فخبر طلاق شرين طبعا الخبر ده قبل كده نزل مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة ولكن انا بأؤكد لكم انا دايما تعرفين الاخبار بحب اجيبها من مصادرها فمن المصدر الرئيسي شرين اكدت طلاها من حسام حبيب بيحصل طلاق بيحصل وسط الفنانين برا الفنانين المهم ان الناس يبقى عندها قدرة انها تقفع رجلية تاني اللي اتنين صغيرين في السن اللي اتنين موهوبين اللي اتنين محبوبين اللي اتنين يقدروا يبتدوا حياة تانية وطبعا ممكن اي شيء يحصل برضو رأيانا مش كلاما هي بقى يعني انه الناس ممكن حد يتصالح او ما انما شرين كان صوتها واضح احنا اتطلقنا بشكل محترم بشكل مفوش مشاكل طمن الناس عني انا كويسة جدا وطمن الناس عن حسام هو كويس جدا ارجو ان الامر يقف عند هذه المرحلة وانه يامي ناس بتتطلق العظمة والشيء الجميل في الموضوعات ديت انه يبقى طلاق باحترام ما يحصلش بقى حد بعد كده يلسن على حد وحد يقعد يقول مين اللي غلطان وان اللي حصل لانه فيه ولاد حلال كتير يحبوا يلعبوا في الحاجات دي خلاص اتطلانا كل واحد يذهب لحال سبيله احنا اصدقاء احنا محترمين احنا ممكن نكلم بعض احنا ممكن لو حد محتاج حد فحاجة نساعد بعض وينتقى الامر ويكونوا نموذج محترم جدا لمثل هذه الاشياء سنوات من الزواج انتهت والان كل واحد في طريقه انا حبيت بس اقول لحضراتكو التأكيد للخبر طلاق شرين وحسام حبيب